الزملاء والأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنحييكم بكل تحية بتحييوا بها أنفسكم صباح الخير مساء الخير السلام عليكم بكل مكان وفي كل زمان أينما كنتم وحيثما كنتم إن شاء الله و نبدأ معكم اليوم في حلقة غديدة من سلسلة فتفضة خمسة لخمسة اليوم نتكلم عن موضوع جديد ومهم جدا بيشغل نحن في العمل الإنساني والموضوع ده بتحدث عن أنواع الأسر وعن كذلك اللي هو أنواع الأسر وعن إدارة الدعم النفسي في المؤسسات يعني العمل خير دلوقتي محتاج أن يكون فيه إدارة للدعم النفسي العمل الإنساني محتاج يكون فيه إدارة الدعم النفسي العمل الاجتماعي محتاج يكون فيه إدارة الدعم النفسي ليه؟ ده اللي احنا نتكلم فيه النهاردة والورقة دي مقسمة إلى ثلاث أجزاء الجزء الأول اللي احنا نتكلم فيه النهاردة هنتكلم فيه عن أنواع الأسر طبعا الحلقة معروضة على الفيسبوك وكذلك على الزوم واللي عايز يشوف الصور في زوم مع الإعلام بتاع الفيسبوك ممكن يخش على الزوم وتابعنا في الحلقة هتكون المحاضرة دي أو الورقة دي مقسمة من الثلاث أجزاء الجزء الأول هنتكلم فيه عن أنواع الأسر الجزء الثاني هنتكلم فيه عن المدارات والدوائر اللي بتحمي الأسرة من الداخل الجزء الثالث هنتكلم فيه عن اللي هي إدارة الدعم النفسي الصورة اللي أمامكو دي هي صورة المخيمات السورية في لبنان هذا هو العام تقريباً الحداشر نتكلم فيه عن الأزمة السورية لماذا لا تحل وما زال الناس يعيشوا في العراء في خيام سواء كان في لبنان أو في الأردن أو في أماكن أخرى في وسط التلب في رابط أنا حطه تحت الصورة عن عائلة أفغانية امرأة وست أطفال المرأة بيبيع أطفالها لأنها مش قادرة تطعمهم هذا ما وصلنا إليه الآن في العمل الإنساني والعمل الاجتماعي والعمل الغيري وكل هذه أعمال اللي نتكلم عنها فذلك أنا حربط ما بين القصتين دول اللي هو المخيمات أو الخيام المغطاة بالسلوج في لبنان وفي بعض الأماكن في الحدود السورية وفي تركيا وكذلك المرأة اللي تلعت في برنامج الـ ITV في التلفزيون البريطاني بتتكلم عن أنها أزم أرملة ولها ستة من الأيتام وعايزة تبيعهم وحطتهم في السوق في الشارع أمامنا كله والرابط حيكون موجود عندكم أو لو أنت بتروح على الـ ITV هتلاقوا الرابط دا ما وجود هناك الفقرة دي بتاعت إدارة الدعم النفسي أو وحدة الدعم النفسي أو قسم الدعم النفسي جاء من شهور من كتر المقدمة بنختلط باللاجئين السوريين في تركيا والمؤسسات العاملة معهم وكذلك النازحين السوريين في الداخل السوري كذلك وكذلك في أماكن مختلفة حسينا وأنا يعني رجعت مسيحة عملي أربعين سنة بالإخفاقات والإنجازات وقالتني أوصل لقناعة أني لابد لابد ولزامن على المؤسسات الإنسانية والاجتماعية الكبرى أن يكون لها وحدة أو إدارة أو قسم للدعم النفسي في الداخل ببعض الشاب سألوني أين السؤال ده وشؤال واقعي سؤال كم بيقوليه هو إحنا في مستشفى ولا في عيادة الأمراض النفسية والعصبية أو في مساحة طبية متعامل مع أمراض عصبية أو إحنا في داخل مؤسسة إنسانية واجتماعية وخيرية إلى آخر أنا بقول إحنا داخل مؤسسة إنسانية واجتماعية وخيرية إلى آخر ما إحناش في مستشفى ما إحناش في عيادة ما إحناش في وحدة طبية نفسية إلى آخر لكن إحنا إيه في مؤسسة إنسانية ومؤسسة اجتماعية لكن داخل مؤسسات العمل الإنساني واجتماعي ونتعامل فيها مع فئات كثيرة تمثل هذه الحالات اللي محتاجة لدعم نفسي 24 ساعة دعم نفسي 24 ساعة تتعامل فيها مع فئات عديدة ومتنوعة من البشر وكلهم معرضون لعديد من الصدمات النفسية والعصبية داخل أسرهم وداخل مجتمعاتهم ليه؟ لكثرة التعرض هذه الأسر والمجتمعات لمشاكل سياسية مشاكل أمنية مشاكل اقتصادية كوارث طبيعية حروب صلاعات مصلحة بالإضافة للفقر والبطالة والهجرة والتشرد والطلاق والفقد المعيل والنزوح واللجوء إلى آخر إلى آخر وهم محتاجين أصبح العمل الإنساني والخير الاجتماعي ليس فقط أكد شرب نيم لبس اقوي لا في حالة نفسية عند المرأة وعند الرجل وعند الطفل شوف أطفال البرميل البرميل بتنزل تتفجر كانت في سوريا وتحديم المنازل اللي موجود في كثير جدا من الدول دلوقتي حسب حتى الدول العربية كل هذه الأشياء بتؤدي إلى أننا تزامن علينا أن نفكر مرة أخرى وتانية وتالتة وربعة أن ننشئ هذه الوحدات أو هذه الأقسام داخل مؤسساتنا أصبح أصبح مشاكل مشاكل اجتماعية أبدا أبدا يكون قاعد الشاب كده بيكتب مشروع بيعمل برنامج أو بيعمل بطرة ويقول بلاخ وحتة لا ما ينفعش لابد يكون في المتخصصين لأننا نتعامل بنتعامل بنتعامل مع من مع أرواح بشر سواء كانت نساء مغتصبات أو النازحات أو أرامل أو كل البلاء الأزرق اللي بيصيب المرأة والطفل والرجل في مثل هذه المجتمعات أصبح لنسى كافينا على الإطلاق أن نبني مشاريعنا الخدمية لدي الفئات ودول بيمثير غالبية العظمة فقط ومن خلال قراءة بعض غير المتخصصين في هذا المجال الحساس في هذا المجال الحساس في هذا المجال الحساس من العاملين داخل هذه المساة لا ما ينفعش بتاع المشاريع بتاع مشاريع لكن بتاع الدعم نفسي لابد يكون عنده تخصص في الدعم النفسي طبيب في الدعم النفسي طبيب إيه في الأمراض النفسية ليه كل كلام اللي أنا أتكلمه ده في المقدمة لتعدد نوعيات الأسر كتير جدا كتير جدا أنا عملت 12 نوع من أنواع الأسر لكن أنتم ممكن لو أنتم حتحللوا وتزبطوا أموركم ممكن تلع 20 30 ممكن تلع 50 ممكن تلع 100 نوع 100 نوع لكن أنا حطيت 12 نوع من أنواع الأسر تعدل أنواع الأسر التعامل معها في الجمعيات دي داخل هذه المجتمعات المتحركة هي مجتمعات متحركة ومتغيرة من المشردين والنازحين ولاجئين أنت خيل مشرد ولاجئ ونازح وخائف ومروع ومفزوع وفي نفس الوقت تتغير حالته كل يوم والتالي هاتف من الكتابة الورقة دي أنا أتكلم معكم عن الجزء الأول منها هو مش بس سد أنواع الأسر أبدا هدفي هو النظر والتركيز بالدرجة الأولى على مستقبل الأجيال لهم الأطفال الأجيال ستوفتم وتطلع لها داخل هذه الأسر في النزوح وفي اللجوء وفي التشرد وهي محاطة بكل هذه التحديات الأطفال دول اللي عايشين معانا في مخيمات أو في مناكز الإيواء أو يقول لابد نظر مستقبلهم الأطفال اللي كانوا عندهم خمس سنين لما القاضية السورية بدأت أصبح عندهم ستاشر سنة أصبح عندهم من 10 سنين أصبح عندهم 20 سنة وهكذا والهدف منها النظر والتركيز بالدرجة الأولى على مستقبل الأجيال التي تستوفتم وتطلع على الداخل هذه الأسر وهي محاطة بكل هذه التحديات والعوائق عشان كده أنا حطيت 12 نوع من الأنواع أول نوع الأسرة المستقرة يلي الأقصر استقرارا دي نمرة 1 اسمعوني كده كلام موجود وعلى الزوم موجود لو كنت تلقمنا على الزوم أو حنعمل لكم رابط بكرة إن شاء الله النوع الأول الأسرة المستقرة يلي الأقصر استقرارا في المجتمع المستقر 含نين الأسرة المستقرة في المجتمع المستقر ثلاثة الأسرة المستقرة في المستمع المستقر للأجداد رحلوا عنها وماتوا يعني الجد الأول والجد الثاني ماتوا الرابعة الأسرة المهاجرة في مجتمع المهجر زي ما احنا هاجرنا هاجرنا من مصر هاجرنا من سوريا هاجرنا من لبنان هاجرنا من بلاد كثيرة جدا وجدنا بلاد مهجر الأسرة المهاجرة في مجتمع المهجر المستقر زي أوروبا وأمريكا وكندا مستقر المجتمعات ولكنه غريب عنهم في الثقافة والقيم والأخلاقيات إلى آخر لمن خمسة الأسرة مضطربة وفي نوعين من أسرة مضطربة أسرة مضطربة للمرأة المطلقة أو الأسرة المضطربة للمرأة اللي هي أصبحت أرمضة دي عندها أطفال يعني المرأة المطلقة ودي عندها أطفال أيتام خمسة وستة الأسرة نمرة سبعة أسرة النازحين النازح اللي هو بينزع داخل القطر بتاعه في مشاكل في ساعة مصلحة في فقدانات في كذا في كوارث فبتضطر الأسرة أنها تخرج من المجتمع بتاعها وتذهب إلى مكان آخر في نفس الدولة اللي هي بتعيش فيها دي أسرة نمرة سبعة الأسرة ثمانية أسرة اللاجئين بدنا ننتقل من وطنها إلى وطن آخر سواء كانت الأب والأم والأطفال أو الأب والأطفال أو الأم والأطفال أو الأطفال من غير أب وأم نمرة تسعة أسرة أسرة أطفال الشوارع أطفال الشوارع كذلك سواء كان في مجتمع المستقر أم مجتمع المستقر أسرة الأم المعيلة ودي أغلبها موجودة في الغرب هنشرحها بعد كده وأسرة الأطفال وغير معلومة نسب العاشين في الملاجئ ومراكز الإيواء وأسرة معسكرات التعذيب والأتصاب والسجون والمعتقلات والأسرة والمختفين قصير يبقى في 12 أسرة أنا أحدثهم وإحنا في العمل الخيري والعمل الاجتماعي والعمل الإنساني بنتعامل مع على الأقل تمانية أو تسع أنواع من هذه الأسرة بصفة دائمة تمانية أو تسع أنواع من هذه الأسرة بصفة دائمة يعني 75% من الملاجئة اللي نعمل معهم أو من أجلهم بينتموا لمثل هذه الأسرة الصورة هنا ببايدنا الأسرة المستقرة أو الأكثر الاستقرار يعني أكثر الاستقرارا أشرح حالك أنا بسرعة كده الجد الأول موجود الجد الكبير موجود الجد الثاني موجود اللي هو أصغر بين الأب والأم موجودين يعني فيه كل هذه تعبر عن دوائر تحيط الطفل والطفلة في داخل هذه الأسرة المستقرة في المجتمع الأكثر الاستقرار يبدو أن هذه الأسرة الأكثر الاستقرار في الجيل الأول من الأجداد والجيل الثاني من الأجداد وفيه الوالدين النوع الثاني المستقرة يكون الجيل الأول من الأجداد مات لكن الجيل الثاني من الأجداد موجود مع الأب والأم فيه المجتمع المستقر يعني المجتمع ما فيه مش مشاكل هنشح الحاجات دي بعد كده صور موجودة على الزوم لا يزيخش على الزوم حتشوف كل الصور دي كلها أو تنتظر بكرة نبعد لكم اللي هو الرابط الأسرة المستقرة في المجتمع المستقر ولمفاش أجداد يبقى الجد الأول والجد التالي مش موجدين لكن الأب والأم موجدين في المجتمع مستقر في المجتمع مستقر في المجتمع مستقر شكرا يا أخت عبير أهلا وسهلا بك النوع الخامس أو تأخذ أول من أسر للأسرة المهاجرة في المهجر زي أنا مثلا أنا وزوجتي هاجرنا أو أنا اتجوزت بعد ما هاجرت يعني معنى أنا أبويا مش معايا أمي مش معايا جدي مش معايا جدي الأكبر مش معايا أصدقائي وأحبابي وجرالي مش معايا فهترنا في المجتمع الجديد ده أكون الصلاقات الجديدة يبقى دي في أسرة في مهاجرة في مجتمع مستقر ولكنه غريب عنه في أسرة المتطرباتية زي ما أنا قلت أسرة الأرملة وأسرة المطلقة أسرة المطلقة ممكن المطلقة دي تتجوز شخص تاني يكون سيء جدا لتعامل مع الأطفال وممكن الأب ياخد الأطفال ممكن المطلقة دي تتجوز شخص تاني أو الأب ياخد الأطفال ويتجوز مرة أخرى وهكذا ما يبقى فيه الأسرة تبقى أزبط تتطرب داخليا لأن المحضن الأساسي لها مش موجود كذلك أسرة الأيتام سواء كان مات الأب أو مات الأم أو مات الأب والأم وأصبح الأطفال متطربين راح عنهم الغطاء اللي هو الذي يحمي هذه الأسرة الأسرة المطلقة اللي هي أسرة المطلقات وأسرة اللي هي الأيتام الصور موجودة فيما كده أسرة النازحين دي ما أنا قلت قبل كده هو النازح هو اللي بيترك المجتمعه داخل الوطن بتاعه وينتقل إلى مجتمع في داخل الوطن بتاعه لكنه بيكون غريب عنه في الثقافة وفي الجيرة وفي الأصدقاء وما يكون لأقارب ولا أصدقاء من المجتمع القديم ولا معارف لهم دي طبعا تكون أحد أنواع الأسر اللاجئين كلمت عنها اللي هي بتنتقل لمجتمع خارج الدولة بتاعتهم أطفال الشوارع أطفال الشوارع احنا بنحددهم بعد كده هو دي ما أنا حد في الصورة حشحالك وبقى كده في الأسرة الأم المعيلة وفي أطفال غير ما عدوا من نسب وفي معسكرات تعذيب طيب أنا حش معاكم الوقتي في بعض التعريفات بعض إيه التعريفات أول تعريف في استدراك معنى إيه كل مكون داخل الأسرة يعتبر طبقة تحمل أطفال لمعنى الأب طبقة تحمل أطفال الأم طبقة تحمل أطفال الجد الأول طبقة تحمل أطفال والجد الأولى الجد الثاني طبقة تحمل أطفال والجد الأولى الأصدقاء طبقة تحمل أطفال الأقارب طبقة تحمل أطفال الجران طبقة تحمل أطفال من أطفال وأطفال وأطفال في الثاني الجد طبقة الأب طبقة الأم طبقة الجيران طبقة الأصدقاء طبقة الأقارب طبقة فكل هذه الطبقات أو ما يسميها البعض مدارات أو مجالات تعتبر موانع لإيه؟ والزوجة أنثى عايشين مع بعض وفق القانون التي تمليها عليهم الدولة اللي هم عايشين فيها عشان القانون ده يعفز حقوق الزوج ويعفز حقوق الزوجة يعفز حقوق الأولاد ويعفز حقوق الأهل اللي حوالي دي سأسرة أن أنا بأتكلم عنها دي نمرة واحدة نمرة واحدة يعني كلمة مجتمع مستقر هو المجتمع الذي يتمتع فيه المواطن بكافة حقوقه السياسية سأكون مواطن أم مواطنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبتحكمه دولة القانون والمؤسسات بتمتع فيه المواطفين بتوعب بمساحة جيدة جدا من الحريات يبقى المجتمع المستقر هو المجتمع يتمتع فيه المواطن بكافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحكمه دولة القانون والمؤسسات ويتمتع مواطنية بمساحات كافية من الحريات ده المجتمع المستقر عشان ما نتكلم في المحاضرة النهاردة أو المحاضرة الإسبوع القادم يعني فيه más محاضرتين أخرتين أو جزئين أخرين للنفس المحاضرة بيتكلموا عن الأنواع الأسر وعن إدارة اللي هو الدعم النفسي ده المجتمع المستقر طيب يعني إيه مجتمع لا مستقر يعني كلملي عن مجتمع مستقر يبقى فيه حاجة يسميها مجتمع غير مستقر هو مجتمعات أو هي مجتمعات اللجوء والتشرد والنزوح والتسحر والجفاف والفاق الاقتصادي والكرس طبعية وأطفال الشيارة وغيرها على حسب أن تموانتم اتحرفوا يعني إيه مجتمع غير مستقر يعني المجتمع الأسرة اللحواليه ده هو مجتمع غير مستقر متقلم متغير متحرك يعني مجتمعات التشرد والنزوح واللجوء والتصحر والجفاف والفقل اقتصادي والكورة الطبيعية وأطفال الشوارع يبقى ده تعريف الرابع بالنسبة لنا ما معنى مجتمع غير مستقبل يعني أسر المطالبة اللي قلت قبل كده هو اللي هي فيها إما الأم أصبحت أرملة أو الأم أصبحت مطلقة بمعنى إذا أصبحت أرملة يبقى العائل اللي هو الأساسي اللي هو الأب مش موجود حتى فإنها مسؤولة الوحيدة عن الأطفال فتبقى العب أصبحت عليها عبين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة قد تفقد في هذا المجال اللي هو من؟ اللي هو أصحاب الوالد أقارب الوالد أصدقاء الوالد وجلان الوالد ده بالنسبة للمطلقة فأصبحت الأسرة تبقى أكثر ترابا لما يكون الوالد مش موجود ممكن أن الوالد هو اللي مات أو الوالد هو اللي ماته فأصبح يعيشوا مع الأهل أو الوالد هي اللي ماتت فأصبح الوالد الوحدة ده بالنسبة للأرملة أو بالنسبة للمطلقة ممكن المطلقة دي تتجاوز ده ما أنا قلت أبريكاية في المحاضرة فلو تجاوزت في أب زوج أب زوج أم زوج الأم ده ممكن يعمل أصفال معاملة غير جيدة وثبت في المعاملات أنه قد في بعض أزواج الأمهات دولبيا تدوج إنسان على البنات اللي هم ممكن نفس المعاملة تتعامل بها أبناء الزوجها ده فذلك أنا بسمي الأسرين دول أسر مضطربة أسر الأرامل والأيتام وأسر المطلقات الأسر النازحة اللي هي إيه اللي هي تطرت قصرا قصرا وكرها وقهرا إنها تسيب مجتمعها وتعيش داخل الوطن ده مثلا المدرب المسل هنذا داخل سوريا في منطقة اسمه إدلب تلكلهم نازحين سبعة مليون نسمة بعد حرب سبعة وستين كان في خط القناة في مصر نزح منه أكتر من مليون أو كأسر لكل محافظات مصر فخرجوا تركوا المنطقة بتاعت سينة وخط القناة ونزلوا القاهرة وإسكندرية والأماكن دي كلها وهكذا فدول نزحوا داخل المقايل نزحوا داخل الأوطن بتاعتهم نتيجة الصراعات المسلحة في بعض أحيان ينزحوا نتيجة اللي هو الكورس الطبعية والفادرات والزلازل وكذا 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 إلى آخر فده بالنسبة للأسرة النازحة طبعا أسرة النازحة لا تكون مستقرة على الإطلاق مهما كان فقدت الموئل بتاعتها قد تكون فقط العائل أو كتير جدا من أقارب والأصدقاء والجيران اللاجئة اللي تركت زي ما تكلمت قبل كده تركت الوطن بتاعتها وانتقلت إلى أوطان أخرى زي ما حدث مع القضايا السورية اللي فيه في لبنان لاجئين سوريين وفي في الأردن لاجئين سوريين وفي في تركيا لاجئين سوريين ومن فلسطين نزحوا للإدنان ونزحوا للأردن ونزحوا كل ما كان فيها على المعاكزة ودي اللي هي دول اللجون وتذهب إلى وطن غريب عنها ثقافيا واجتماعيا قياميا أخلاقيا عقيديا فكريا تاريخيا إثنيا ويوجود العديد المتحديات الأخرى فهم في غالب الأمر يعيشون داخل مخيمات أنا مواردكم سورة المخيم السوري اللي موجود في لبنان في خيام يعني بعد 11 سنة من لجوء السوريين إلى لبنان لسه في ناس عايشة في خيام أو مركز إيواء أو مبني حكومية غير معدل استخدام الأدمي أو صحات رياضية وغير ذلك ده بالنسبة للأسرة اللي جاء اللي بنتكلم عنها أطفال الشوارع زي ما أنا قلت كموت كنت تكون أسرة بسيطة فقيرة عندها أربع أو خمس أطفال الأب معاق أو الأم كذا مش قد يستغله فبيخرجوا أولادهم إما يسرحوا عشان يستقدوا أو يشحتوا فلوس من الناس أو يعملوا أي عمل أو يعملوا أي عمل عشان يتكسوا منه ده في أحسن الأحوال فبرجعوا بالليل في المساء للأب والأم في بعض الأطفال والشوارع مرهمش أب وأم خلاص نقطعهم فده أنواع من الأسر خطيرة جدا إحنا بنتكلم عنها وهي جزء من العمل بتاعنا الاجتماعي والعمل بتاعنا الإنساني سواء عن مستوى المحلي عن مستوى الوطني أو مستوى الدولي وصوة الأم المعيلة دي أول ما أنا عرفتها وعنما جيت هنا في بريطانيا في عام 1977 كنت في مدينة اسمها أبريستويث في المدينة دي كنت بعمل الانتحان المعادلة علشان كطبيب عايز أخذ رخصة العمل في بريطانيا ولقيت في جنبي وقفين على الشاطئ البحر أو المحيط شاب صغير يمكن 17 سنة وشاب يمكن 16 17 سنة ومعهم طفل صغير على العربة اللي بيزقها البنت دي ألم يتكلم وأنا كنت متمتع برؤية الأمواج في البحر قدامي وفي وجه أهلا لقيت البنت بتصوت وبتصرخ بصيت الناحية دي كده لقيت الواد مش موجود تركها لا يوجد أي رباط قانوني بين الولد اللي مارس العلاقة الجنسية معها وخلفت والبنت اللي عندها 16-17 سنة وأصبحت الأسرة تحمي هذه الأسر داخل داخل المستقر الحلقة القادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم بعد مرجع إن شاء الله لو ربنا أحيانا في السفرية بتاعت كينيا لن نحروحها فإن شاء الله في جزء تاني وفي جزء تالي تكملة لمسل هذا الموضوع لكن بكرة tomorrow إن شاء الله we'll deliver this talk in English as an introduction to the different kind of families and the need for establishing psychosocial support unit in social and humanitarian organization God bless you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I'll see you in part two وهنزل الروابط اليوم على الفيلم بتاع أفغانستان وإن شاء الله في الليلة كذلك بعد نرفع الفيديو هنزل كل العرض على الزوم نكون فتحين الزوم عشان تشتركوا معنا عليه فقزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته